عميد التوفيق ديدي اليوم هناك تململ واضح من وجود مكتب سياسي الرئيسي لحماس في قطر التململ هذية من مصدره؟ القلق جاي من الجانب الأمريكي، القطري أو الفلسطين لا لا، كان المفروض كما قال سيبو البابة أنه من غير معقول أن تكون في قطر قطر ماضيها كانت واقفة مع المقاومة منذ مدة طويلة بالمال ولهذا السبب هذه الإعانة الواضحة جعلت من القادة طبيعياً يذهبون إلى المصدر الرئيسي لتمويل المقاومة الباسلة وحماس بصفة خاصة إذن هذا كان طبيعي فوق المال لكن لا ننسى أن هناك اتفاقية دفاع مشتركة بين أمريكا وقطر هذا يراه ما ينفي حتى حد وما ينجي ينكر حتى حد اليوم بعد الوقت لتعدى كل وصمود المقاومة ووقوف يعني اليوم وجدوا نفسهم أمريكان وصعينة في طريق مزدود سيحاولون فعل أي شيء لإرباك المقاومة أي شيء لكن أنا من رأيي أن كل هذا لا يعني شيء لأن القائد الحقيقي موجود على الأرض الغزوية القائد من له الحل والربط والقائد الوحيد الذي بيده القرار الأخير كما قلت في فيديو سابق أنا أعتبر أن الموجودون في قطر هم قادة تاريخيون ولكنهم اليوم قادة شرفيون القيادة الحقيقية القيادة السياسية والقيادة العسكرية موجودة في غزة إذن سيحاولون بأي طريقة إرباك المقاومة ولكن هذا لن ينطلي ولن يكون حسب رأيي له أي تأثير على المقاومة على سير الأحداث وعلى سير الحرب في غزة وعلى محور المقاومة لأن المشكلة الكبيرة اليوم كنشوفوا وين المشكلة وين أين الضرار الذي حصل للغرب والصهاينة مش من فلسطينيين في قطر اليوم جاء من تشكل محور كامل أصبح يمثل خطرا على الغرب على أمريكان وعلى الصهاينة هذا المشكل وهذا المحور يتسع وتقوى ويتسلح ويمتد خاصة بما حدث في العالم قبل ربما كان محدود تأثير محور المقاومة نتكلم على المقاومة اللبنانية الجيش اليمني على العراق على كل يعني على الضفة لكن اليوم الإشكال أنه أصبحوا لهم معناها سند وين الرأي الأعام العالمية يعني دول بعينها أصبحت تقف مع الفلسطينيين ومحور المقاومة وتثمن ما يفعلونه يعني هذا هو الخطر إذن هي مناورة جديدة من الغرب من الأمريكان من الصهاينة لإرباك محاولة إرباك كل الأوراق يلعبوها كل الأوراق ممكنة لإرباك المقاومة لكن حسب رأيي لن يكون لها أي تأثير واضح سيد العميد